المواطنة وحب الوطن بيمسروا أهمية كبيرة جدا في حياتنا لأنه بدون وطن لا وجود لنا في مصر للأسف الشديد على مر التاريخ كان فيه محاولات للنيل من مصر لكن شعبها أثبت بكل جدارة أنه لن يستسلم ولن يتنازل عن وطنه وللأسف الشديد في الفترة الأخيرة كان فيه محاولات فاشلة من الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن لكن شعب مصر أثبت برضو أنه هو واعي جدا وأنه هو عارف مصلحة بلده كويس جدا المصريين أكيد بيحبوا مصر واللي بيحب مصر أو اللي بيحب ابنه مثلا بيحب يحميه ويخاف عليه مهما حصل عشان بيخاف عليه في النهاية من أي مأساة يعني ممكن تحصن إحنا النهاردة أنا ديوفي النهاردة لدكتور عزمي جودة مؤسس حاملة كلنا معاك يا سيسي إحنا معنا مجموعة من الشباب زي ما قلت دايما إحنا معنا نمازج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري في برنامجنا والنهاردة إحنا حنتكلم عن الانتماء وعن حب الوطن وعن المواطنة وإزاي نحب مصر ما هو قصر الحب ده مش كلامه بس إزاي ما قلت إنت ابنك لو بتحبه هتعمله هتحبه هتحميه هتخاف عليه مهما حصل لأنه ابنك فأنا النهاردة معايا الدكتور عزمي جودة مؤسس حاملة كلنا معاك يا سيسي حملة اتعملت من مجموعة من الشباب هنعرف طبعا إيه هدف الحملة والمبادرة اتعملت إمتى وإيه اللي حصل فيها كمان معايا الأستاذة مي مخلوف هي أحد الشباب معايا كمان أستاذ تامر نصر منصق الحملة بالإسخندرية والأستاذ وائل جمال أمين عام وكافحة البطالة وتشجيع الشباب للعمل أنا برحب بكم معنا أولا دكتور عزمي حضرتك مؤسس حاملة كلنا معاك يا سيسي يعني كلمنا عن الفكرة ومين اللي أسس الحاملة دي كتفكرة من صباح عليك يا سيسوها وصباح على كل المصريين الله يخلي وأقدم كل التحايا للأسوة البرنامج أشكرك والله بصي أنا هكون يعني فري أو معاك يعني الفكرة جاتنا هو أحنا طبعا كنت في حملة قبل كده اسمها حملة مواطن وكنت أنا منصق عام الجمهورية للحملة الوطنية لدعم الرئيسي يعني فبمجرد ما استشعرنا الخطر واستشعرنا استهداف مصر وليس الرئيس عفتاح السيسي أولا يعني إحنا كنا مخطط لنا من قبل دول عدة يعني تركيا وقطر ودويلة قطر يعني وبعد الدول المخفية وبعد الحراك مع بعض الجامعات المحزورة يعني استشعرت الخطر أنا ومجموعة من الشباب وهم وهم على مستوى الجمهورية يعني فبدأنا نوجه رسالة مباشرة عن طريق الهاشتاك يعني طبعا في واحد عن طريق السوشيال ميديا السوشيال ميديا في عم طبعا في شخصية ظهرت كده شخصية كرتونية لا أساسة لها ولا قيمة لها ادعت ادعاات كاذبة على رمز الدولة يعني ومن هنا بقى بدأنا نشتغل على الأرض يعني لقينا كل الناس اللي موجودة معنا من الشباب من الحملة السابقة بدأنا يا جماعة الخير ابدأوا يا شباب يلا بينا كل 27 محافظة كان فيه منصق وكل منصق لمحافظة كان فيه منصقين لمدن وقرى وشياخة الاتصال كان فوري بدأ كله على السوشيال ميديا يزود التراند بتاع الهاشتاك وكسرنا الهاشتاك اللي هو المزعوم يعني ده أول شيء الشيء التاني أنا الخوف أصلا وصلي برسالة معينة توقيت سات الرئيس برة في الأمم المتحدة بالإضافة أن التحرك في ساعة سفر معينة الناس فيها الرئيس طبعا لما قاعد مع المصريين قال لهم ساعدوني أنا بعمل إعادة تدوير مصري من جديد يعني وكان ده اتفاق ضمني بين الرئيس وشكرهم في أكتر بالعدة عندنا في مكتبة اسكندرية وكنا حضرين بدأ يشكر الشعب المصري أنا بابني مصري من جديد أنا بعمل إعادة تدوير مصري من جديد الإساءة ما كانتش للرئيس عفتاح السيسي الإساءة كانت لمصر وإسقاط رمز مصر لأننا الدولة الوحيدة ساعتك يا ساعة ساعة اللي موجودة في الخريطة كلها اللي متمسكة والعيون عليها لإسقاطها لتجزيء المجزة وتقسيم المقصة كما تعلمي حضرتك من مشروع كوندريزة رئيس فكنا الرسائل بدأت سريعة جدا وبدأ كل القوة الوطنية في مصر يتعاونوا معنا مش مهم عزم جودة مين عزم جودة ده مش مشكلة المشكلة إن إحنا نحلق نلحق نشحل أنا من ضمن أحد العاملين بقطاع البترول أنا مدير عام بقطاع البترول بدأنا أتفاوض أو أتواصل مع رئيس النقابة تواصل معي فورا قال لي كل النقابة العامة البترول معاك وموجودة تواصلت مع مكتب وزير البترول نفس الشيء كل النقابات الأطباء كل الشارع المصري هتسأليني سؤال تقول لي إنتا ليه قلت كلنا معاك يا سيسي؟ ما قلتش ليه يا ريس ما قلتش ليه؟ أنا ده جي فكري وأنا يعني لسه بقرأ التايتل قبل الهوى قلت كنت حسألك حسأل حضرتك ليه كلنا ليه مش كلنا معاك يا سيسي؟ ليه كلنا معاك يا سيسي؟ وعفوي جدا فلما قلنا كلنا معاك يا سيسي كان ده لغة الشارع البياع بتاع الفجل والجرجير العامل الصنايعي الرجل اللي هو أصلا بيعاني من غلاء المعيشة الرجل اللي بروح لمستشفات الحكومية واللي بيقف على طابور العيش واللي بيشتغل في الشارع وبيعاني المرار من من الإصلاح الاقتصادي اللي هو وعد ريسه والريس وعده قال له هتصبر معايا أنا بابني قاعدة تدوير مصري من جديد وانت حذلك شايفة يعني شايفة الشغلة على الأرض ازاي يعني الأنفاء لا طبعا في مشاريع كتيرة جدا موجودة وهو يعني كمان لازم الواحد يفهم انه المشاريع القومية الكبيرة اللي بتتعامل دي العائد بتاعها عمره ما بين يوم وليلة المشاريع دي كبيرة جدا ومشاريع ضخمة جدا لسه في مراحل فيها ما خلصتش أصلا يعني فالمواطن لازم يعني دي بلد يا جماعة المشاريع اللي لما بتتعامل مش بتتعامل كده يطلع دخل بسرعة مستحيل لو احنا بنبص لقدام دي مشاريع يعني بعيدة المدى وحتطلع وحتجيب عائد كبير جدا لمصر لكن لما حتى تخلص يعني في مشاريع طويلة المدى وبعيدة المدى وفي مشاريع قصيرة المدى لكن اللي هيغني مصر وليه حيتور مصر المشاريع اللي بعيدة المدى اللي هي حتجيب عائد كبير لمصر وده ما بيحصلش زي ما قلت ما بين يوم وليلة دي بتاخد مراحل مراحل ليه انت اخترت كلنا معاك يا سيسي انا اتهاجمت فعلا من بعض القوى الشر يعني عندنا مسلس الشر معروف حضرك عارفا القوى الخفية اللي بتتحرك في الازمات وانت عارفاها كويس جدا زائد مخابرات دول واجهزة موجودة فرسالة بتقول كلنا معاك يا سيسي يعني احنا ناس مش ممنهجين احنا طالعين بالسليقة كده يعني بالفطرة بينو كلنا معاك يا سيسي وبالفعل حضرك شفت المنصة وما كانش فيه عالم او راية مرفوعة خالص نهائيا باسم حزب معين او اتلاف معين احنا كلنا معاك يا سيسي الهاشتاج بتاعنا عمل ترند في خلال ساعات ساعاتك كان فيه كان فيه كم يعني تقريبا كم واحد في المناصر يا فندم احنا لما تحركنا بالهاشتاج يعني انا شايف المنظر الشارع كان احنا كان فيه تواصل مع 25 مليون مواطن مصري عن طريق قناة واحدة اللي هي السوشيال ميديا عن طريق اللي هو الهاشتاج وعن طريق الصفحة الشخصية بتاعتي بتاعة عزمي وودا بدأ الكل ياخد منها على الجروبات وينشر بدأنا نشتغل في شكل يعني ايه ان احنا حبين ان احنا نشتغل بنلحق بلدنا حضريك لو كنت شفت يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت وكان الصورة الزهنية المصدرة للمشهد العالم يعني القائمين باتصال كانوا شاطرين قوي يعني الجماعة دول اصلا بيشتغلوا بفلوس كبيرة جدا وبيشتغلوا على طولز ادوات كل انت حضريك عفل رسالة اللي هاتف تتكلم من ساند وباي ورسيف والفيدبات هنا مش حتكلم لساند ولا رسيف انا حتكلم على القائم بالاتصال نفسه كان معاه فلوس كتير قوي وكان بيستخدم اجهزة مخابراتية كبيرة جدا واستخدم خنوات معينة حضرتك الجزيرة كدفت نفسها وقالت لنا كنت منزلها فيديوهات مفابركة وده كان شاهد على الموضوع طبعا الامور يا وصولي سوها خلاصت الموضوع ان احنا مش عايزين نوصل لاهداف معينة احنا عايزين رمز بلدنا الكل يحترم واللحمة البلد دي واللحمة البلد دي على مر التاريخ هو شعبها على مر التاريخ هو شعبها والرئيس قال ساعتك عند المطار قال كلمة قال يا جماعة فيه ايه انا لو قلت يلا يا مصريين حقا لأي كل الملايين موجودين معانا ولكن اطمئنه وبعت لسالة اطمئنه ايه يا ليا وانا مشكوره بقوله الحمد لله على السلامة الله يسلمك استاذة مي يعني انت شابة من الشباب انا عايزك يتكلمي الشباب يعني او نتكلم الشباب يعني ايه معنى المواطنة ايه معنى حب الوطن الواحد يحب بلده المفهوم ده كمان يعني يعني الواحد لما بيحب حاجة ابسط الامثلة اللي انا عملت ديها لو الواحد بيحب ابنه او بنته لازم بيخاف عليه يعني بيخاف عليه جدا بيحميه حتى لو ابنه او بنته غلطه بيخاف عليه فيه خوف فاحنا بنحب مصر يعني مصر دي احنا مش احنا ما بنحبش بنحب بلدنا البلد نفسها فلازم يبقى قلبنا على بلدنا نفسها ولازم يبقى عندنا فيجن او وعي او نظرة اللي بيحصل وان ازاي ممكن بلدنا دي تضر جامد جدا فيا ريت حضرتك يعني ازاي نغرس يعني مش قادرة اقول ازاي الشباب يحبوا بلدهم اكيد فيه شباب كتيرة جدا بتحب مصر بس ازاي يفهموا معنى الانتماء ما انا اسمحيلي بس ابتدي بالكلمة بتاعت حضرتك اللي حقيقتي بتقولي ان اللي حميها شعبها احنا كمصريين او كمصر عم شعب مصر عنده وطنية بالفطرة انا بحس كده ده من اكتر الشعوب اللي تحسيها بتحافظ قوي على البرد عندها حمية جامدة جدا بالذات الشباب بس هاي المشكلة ان الشباب فيه ناس بتستغل حميتهم دي غلط في حتة تانية يعني انا وعدم خبرتهم لانهم شباب سنة صغير 17 و18 سنة وعندهم حمية جامدة قوي خبرة ايه اللي عندهم دي الضبط كده فهم عارفوا تقييمه الامر لا لا اي خطرة يعني واحد عنده 17 سنة مهما كان يعني صح وفيه ناس مو منهجة بتبتدي يتوجهوا في حاجات تانية وتبتدي تعمل سكوب على سلبيات في البلد وتكبرها جدا فيبتدي الولاد يبقى عندهم حمية ويروح في الاتجاه الغلط انا شايفة ان انا اصلا التايتل بتاعي مختلف تماما يعني لا صحافة انا من الشعب جدا وبدعوا للمواطنة جدا هي الفكرة ان احنا لازم نستخدم العقل شوي يعني ان احنا نوازن اي حاجة نسمعها يعني انا دلوقتي ما قدرش ان انا اشوفها طبعا الشباب المتهور متهور والشباب المتهور ممكن يقترع بأي فكرة بسرعة كده بدون ما يدرسها السوشال ميديا ممكن تقصر ايه بدون ما يبقى فاهم الوضع السوشال ميديا دي من الحاجات اللي بتبوص يعني لاني دماغ الشباب دلوقتي يعني اي شاب دلوقتي صغير عايز ياخد اي مصدر من اي ان كان بيروح داخل على السوشال ميديا سواء فاسبوك سواء اي حاجة تاني فهي دي المشكلة هالفكرة ان احنا لازم نركز احنا بناخد معلوماتنا من ايه يعني ويبقى فيه عقل ويبقى فيه كمان يعني ارشادات ان انا دلوقتي ابتدي اسمع وابتدي اقول ابتدي اسمع كتير جدا بصوت العقل شوية وافهم ان الكلام ده يعني الناس الممنهجة دي فعلا عايز اتخرب البلد فانا يعني انا كم من الشباب يعني شايفة ان انا لازم يبقى عندي وعي اكتر يعني انا شايفة ان البلد محتاجة يعني زي قنوات الاعلام برضو السوشيال ميديا لازم يبقى فيه ضد يعني انا دلوقتي كبلد زي الدكتور لما عمل حملة كانت هيلة هيلة بصراحة عملت صادق جدا الناس ابتديت تتفاعل معاها جدا وبعدين انا شايفة ان فيه شباب عندنا بقى ابتدي يبقى فيه وعي ابتدي ان هم ما يدحكش عليهم بسهولة بسبب برضو الوعي اللي بيصدر من الاعلام بقى من الحاجات دي كلها انا شايفة ان احنا نقطر من الحاجات دي تبتدي تفهم انتو ها تعمل انتو ها شباب انتو ها شباب ها تعمل ما هو ده احنا خلاص كده ده ده حقيقية بس نتوجهكم إن شاء الله يعني الشباب ده بتوجه حالة بركة فيكم إن شاء الله اين命 هو ده انا شايفه ان دي اهم حاجة ان الواحد يبتدي يوجه يوجه الشباب بس تيوجههم صح نبتدي نفهم ان كل بلد في الدنيا لها سلبيات نبتدي نفهم ان مصر من البلاد اللي عليها العين جامد قوي قوي. وبرضه نفاهمهم ان هي البلد الوحيدة اللي مرت بالثورات والبلد الوحيدة اللي استقرت. وده ما كانش بالسهل. يعني احنا مرنا بظروف صعبة جدا في البلد. الواحد فعلا مش يعني مش مستحمل انه يرجع تاني. خالص. يعني مصر جت عليها فترة كانت ضلمة. يعني انا كنت انا واحدة والناس كنت بخاف انزل. يعني ما كانش فيه امن ما كانش فيه امان. كان يعني انا شايفة دلوقتي انها رجعت. مصر رجعت لنا. اه طبعا. بجد ده حقيقي بقت منورة. يعني انا لما بنت بحي اتناها منورة. فده ده كفاية. كفاية الامنة والامنة ده. فانا شايفة ان لازم يبقى فيه دعم جامد جدا من الاعلام. من السوشيال ميديا. ان احنا نبتدي نفاهم الشباب ده. ونبتدي نحسسهم ان احنا لازم نبقى وقفين في ضهر مصر. في ضهر الرئيس اللي هو رمز. الرمز اللي هو مجمع البلد. او هو يعني يقدر طبعا بعد ربنا انه هو يوقف البلد دي تاني. ويرجعها مصر زي ما احنا عارفينها. وان شاء الله تبقى احسن. بس ز ما فيش حاجة بتطلع ما بين يوم وليلة. وفي مشاريع بلد بتتعامل بلد بحلها. وبعدين هو كان واخد بلد كانش في بلد. كانت ابتدت. بالزبط. هيعمل مشروع في يوم واحد. ازاي يعني بكرة. طبعا. مفيش بلد في الدنيا. مفيش العالم في الدنيا اللي نهضت. قعدت فتفة كبيرة جدا عبال ما نهضت. فانا طبعا يعني يعني بحاول من هنا طبعا من برنامج حضرتك. ان انا اوجه الشباب ان احنا لازم نصبر. لازم نقف في ضهر. الرئيس. لان الرئيس ده يعني كل هدفه ان البلد دي تقوم. واحنا برضو كل هدفنا ان احنا نبقى في ظهر البلد. طبعا. فانا شايفة ان دي اكتر حاجة اقدر اوجيها للشباب. طيب. خلينا الاول لنطلع نشوف تقرير عن حب الوطن. ونرجع تاني.